الخليج العربي خليج العربي والغرب كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتقع كل من الكويت والعراق على أطراف الشمال الغربية بينما تقع البحرين ضمن مياه الخليج الغربية شمال قطر وبالانتقال للحديث عن مجلس التعاون الخليجي وهو يضم السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان وقطر تأسس في الخامس والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين اليوم في قناة أعرف نطرح سؤالا ماذا لو أصبح هذا المجلس الذي يضم ست دول دولة واحدة؟ أولا من الناحية المساحة ستبلغ مساحة هذه الدولة المتحدة اثنين مليون وستمائة واثنين وسبعين وسبعمائة ألف كيلو متر مربع وتكون بذلك أكبر دولة عربية وتسبق الجزائر التي تأتي بعدها بمساحة اثنين مليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف وستحتل المركز العاشر في العالم من حيث المساحة عدد السكان سيبلغ عدد السكان خمسين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين وسبعمائة وثلاثة وستين ألف نسمة لتكون ثاني أكبر دولة عربية بعد مصر التي تحتل المركز الأول بعدد يزيد عن تسعين مليون نسمة من حيث الاقتصاد سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية المتحدة واحد فاصل تسعة وأربعين تريليون دولار تقريبا ليكون اقتصادها أقوى من كل الدول العربية مجتمعة والتي يبلغ إنتاجها المحلي واحد فاصل خمسة عشر تريليون دولار تقريبا وسوف تحتل الدولة الجديدة المركز الأول عالميا من حيث إنتاج النفط بمعدل سبعة عشر مليون برميل يوميا وستتنوع موارد الدولة ما بين موارد نفطية وخدمات سياحية واستثمارات في مجالات متعددة ومتنوعة وبالانتقال إلى الجانب العسكري يبلغ حجم الإنفاق العسكري في السعودية وحدها أكثر من ثمانين مليار دولار حيث أنها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري والثالثة ضمن قائمة الدول ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم وبالاندماج لدولة واحدة سيتعدى حجم الانفاق العسكري لمائة مليار دولار في حين ان حجم الانفاق العسكري الايراني سيكون من 10 الى 14 مليار دولار وسيبلغ اجمال عدد الجيش للدولة 600 الف فرد لتحتل المركز الثاني عربيا من حيث عدد الجنود بعد مصر التي يبلغ عدد جنودها 470 الف جندي نشط و800 الف جندي احتياط وكما رأينا ستكون الدولة الجديدة قوة اقتصادية وعسكرية ضخمة لتكون من الدول الاكثر تأثيرا في العالم فما رأيك انت فيما طرحناه؟ وماذا قد يترتب على اتحاد دول الخليج الستة في دولة واحدة؟ شاركنا رأيك في التعليقات قطعة المعرفة والترفيه